بعد هذا الفاصل إلى قسنطينة مباشرة وإلى الزميل حسان ميطاطلى حسان مساء الخير مساء الخير العربي مساءكم سعيد كل عام وأنتم بخير كما قلت سنكون سعداء جدا باستضافة مدير التربية لولايتي جلمة الذي سيفصل لنا في موضوع عملية التضامن التي مست أكثر من من مدرسة في وليتي جلمة بحوالي 30 حافلة وطبعا مواضيع أخرى متعلقة بقطاع التربية العودة إلى الدراسة كيف قضاء التلاميذ هذه العطلة المدرسية وأشياء مرتبطة بالجنب الإداري والجنب البداغوجي لقطاع التربية بولايتي جلمة فأهلا وسهلا ومرحبا بكم السيد مدير التربية لولايتي جلمة أهلا بكم مساء الخير وعام سعيد لكل إخوانا وأبلاء وطننا بهذه المناسبة أختاني مدفورت على كل حال نشكركم على الاستضافة أولا عودة موفقة لأبناء أنتعنا اللي ينطلقوا في الثلاثة الثانية هذا إن شاء الله تكون الانطلاق إن شاء الله هجابية أحسن من الأولى اللي كانت طويلة وشقة ولكن كانت بنتيج باهية سيغديري طبعا سأعود إليك بعد أن نشاهد كالعادة هذا الموضوع الافتتاحي حول عملية التضامن التي مست العديد من البلدية بولاية قلمة ثم نعود للنقاش تدعيما لحظائر بلديات ولاية قلمة تم توزين حصة تتألف من ثلاثين حافلة نقل مدرسي وعشين شاحنة بين ذات سهريج وأخرى لرفع القمامة تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بودفريقة وتنفيذا لتعليمات المسدات خلال لقاء للحكومة هذه الحصة ستعزز نقل وتنقل المتمدرسين بالمالات القريفية والارتقاء إلى كل ما له علاقة بتحسين الإطار المعيشي المواطن كما تم تخصيص حافلة لنقل المتمدرسين من دول احتياجات الخاصة حافلة النقل المدرسي جاءت للرفع من مستوى التحصيل البداغوجي بتسهيل نقل المتمدرسين عبر قرى ومداشر الولاية نثمن هذا المنح لأنه راح يساعد التلاميذ انتاعنا خاصة نحمن بيل تعتبر بلدية بلدية ذات طابعة تضاريسي صعب جبلية نستعمل فيها لكاميون أميناجي الحمد لله ذو كابلك بهذهما لبيوس هذهما راح نخفف الضغط وراح نصل لكل تلاميذ ان شاء الله في بيوتهم عمليات التنظيف التهيئة التي يعرفها اقليم الولاية هذه الشاحنات من شأنها الرفع من وطيرة هاته العملية الحصة تعتبر الأولى تليها مجموعة من الحصسي لبلدية أخرى لتمكين الجماعات المحنية من الاضطناع بمهامها وتحقيق برامجها التنموية طبعا الموضوع لزمين السعيد بلونيس سيد مودي التربية طبعا عملية تضامنية كما هذه بهذا الحجم 30 حافلة وربما من نوع رفع جدا أنتم من ناحية البداغوجية أو من ناحية التسييرية كيف تساهم في عملية التحصيل المدرسي كيف تعطي دفع ربما للتلميذ للأسديد للأستاذ والتقم الإداري والأولياء وفي نهاية المطاف نتائج تحصل على النتائج فعلا أولا هذه الحافلات التي هي بمجبوعة 20 حافلة لتضم 128 حافلة بالولاية تصبح عنها 158 حافلة لتغطي 34 بلدية لا يخفق أن ولاية قلمة هي تضاريص صعبة كأن مناطق جد نائية ومنطقة ثانية أيضا بردة منطقة فلاحية وبالتالي تحتاج للدعم هذا الذي سيخف العب على التلميذ وعلى العيلة في تنقل التلميذ وبطبيعة الحال هذا الشيء سيأكيد نقص من العب ويظهر من خلال النتائج التلميذ مجموعة سبعة وخمسين ألف تلميذ يستفادوا من هذا الوسيلة وسيلة التنقل إضافة طبيعة الحال إلى الهيئة في منجزة في الإنجاز وفي طريق الإنجاز بالمناسبة كم من منحافلة عندكم النقل المدرسي بالنسبة للحافلة نعرف اسمح لي بن قصين وليد قلمة في سنوات كنا نشوف كما تتحدد الظروف طبيعية وتدريس صعبة جدا درجة برودة يعني التنقل بطرق بداية على الأحمرة كين وفي سيارات المغطات في ظروف لا يمكن أن تسمى إلا بالظروف الكاريتية اليوم ربما هذه المظاهر بهذه 30 حافلة نقدر نقل بصفحة جديدة من عملية التكفل البيداغوجي أو التكفل الاجتماعي بهؤلاء التلميذ هو لا يخفق في 1998 كانت ولاية قلمة فيها ثلاث حافلات للنقل المدرسي انتقل هذا العدد من ثلاث حافلات في 98 إلى 156 حافلة في الولاية في سنة الماضية كانت ست بلديات يستأجروا الحافلات باش يوصلوا التلميذ اليوم الحاضرة على الولاية أصبحت يعني واسعة 156 حافلة يعني عدد معتبر خاصة بالمناطق النائية إلى حد أنه في هذه السنة أيضا تخصيص كما صرح الولاية تخصيص حافلة لذوي التي تحتاجت خصا لذلك التخطيئ هذه المقالة تكون نتائج التلاميذ ستتحسن ولكن هنا سيد الموديد البرك لا يفهم في التفاصيل هذه العملية هل هو النقل بالمجان مجانا أم أن التلاميذ أو الأولياء ينتحهم يدفعوا مبلغ رمزي هو النقل المدرسي مجان متكفل به الجماعة المحلية ووزارة التضامن المدرسي عندنا في الحاضرة 39 حافلة تابع الموديد التربية أو البلدية هم تابع المسؤول بلدية هذي يسير فيهم البلدية مصالح البلدية مصالح البلدية هي التي تسير في هذه الحافلات بالسائقين تواحى والموظفين تواعى البلدية وهل من حقهم أنهم مثلا يستعملوهم في مداخل أخرى يعني يستعملوهم في النقل إلى جهات أخرى يعني لما لا يكون التلاميذ يكونوا في عطلة أو لا يكونوا في طبيعة الحال هذه حافلة وسيلة النقل خاصة للتلاميذ ولكن في أواخر ثلاثي ولا في العطل ممكن البلدية تستغلوهم وخاصة لدينا بعض الأنشطة والترحلات تالتلاميذ ممكن نستنجد بهم أيضا باش يستفادوا منهم فعلا التلاميذ سيتان بارك حاضرة التي جدها هامة وتخدم فعلا التربية قطاع التربية نعم هذا هو مقصود الدولة في هذا الإطار يعني الحافلات المدرسية يضاف إليها ربما المشكل المطروح في ولاية جالمة يعني الوجبة الباردة يعني يعني عرفنا وتنقلنا وشفنا في بعض المناطق أن التلاميذ عايشين في دروف غير عادية يعني من حيث حتى من حيث ترميم المؤسسات حتى من حيث الوجبة الباردة يعني تلاميذ يعني في في ظروف غير عادية كيف أن يعني الوضع هذا تم اختتوه بإعتبار فيه معالجة وكيف نعكس على التحصيل يعني هنا ربما نتوقف على عملية التحصيل المدرسية في هذا الجانب والله بكل صراحة هذه السنة انتقلت بالنسبة لولاية جالمة نقلة نوعية فيما يتعلق في المطاعم المدرسية وين تدخل الجماعات المحلية بقوة وين كي نتعم تعلعم المطاعم المدرسية كثير من 800 منصب وفيرة للمطاعم المدرسية بعد ما جرأوا هذه الناس بعد التربوسات بعد البلديات التي متكفلها بالسفقات فيما يتعلق بتزويد المطاعم بإشكرا السادة المديرين المشكورين لأنهم يصرفوا على إتعام التلميذ لبعد المطاعم هو بعد تربوي بالدرجة الأولى كل المطاعم تتلقى في وجبة ساخنة صراحة عندنا هذه السنة كي نقلة نوعية وين أصبح بقاتنا خمس مطاعم مدرسية في خمس مدارس لتأكل في الوجبة الباردة يعني 56 ألف وست تلاميذ من 57 ألف يستفادوا من المطاعم المدرسية كان عندنا المطاعم مركزية وتأكل وجبة كلها ساخنة بعدها بقاتنا خمس مدارس إن شاء الله عن قريب جدا ستكفل بها لأننا كانت صعوبة في إيصال طعام الدافئ وكتعرف الطعام لما يتنقل بخور طورته إمكانية دونك توفر إمكانية خاصة ولكن هذا وإن شاء الله سيتكفل بهم عن قريب إن شاء الله وفيما يتعلق ربما هذه الأمور كلها في نهاية المطاعم نتحدث على إنعكاس على التحصيل بعد حوالي الثلاثة الأول عادة التلاميذ كيف تقييمكم ربما النتائج مقارنة بسنوات الماضية ومقارنة بهذه الإمكانيات وعمليات التضامنية هذه ربما التي تتحدث عليها وتحدثون فتحنا نقاش فيما يتعلق بلاد كلمة والله تسمح لي نرجع شوي للور أولا إضافة إلى المطاعم المدرسي والنقل المدرسي استفدت الولاي أيضا بمبالغ كبيرة فيما يتعلق بالصندوق المشترك للتضامن الجماعة المحلية استفدت ويشرف عليها سيد والي الولاي على كل حال ويعطى دفعة كبيرة واهتمام جد وكبير فيما يتعلق بالمدرس من 258 مدرسة تقريبا 250 مدرسة ستستفاد من إصلاحات زيد إضافة إلى 6 تسجيل في هذا إطار 97 قسم توسيعي إضافة إلى ذلك إلى تسجيل 6 مجمعات مدرسية ريالك في البروغرام هذا فسيسيال هذا جانب كبير الذي سيخف الضغط لأنه كان نوع من الرياحية ولكن كان عندنا وين مناطق الضغط وينما نتقد الضغط حاولنا نوسع المدرس بأقسام توسيعية بطبيعة حال لنقص من حجم التلميذ لطول سيد الموديل نتحدث نحو عمليين نتائج هذه الإمكانيات هل فعلا نحكست على الجانب التحصيل على نتائج على مستوى لتقال ما يعني من حيث نتائج النوعية أو الكمية هو في الواقع كل هذه الإمكانية المتففرة والمجودة أكيد خلت قلمة دائما في مستوى دائما فوق النسبة الوطنية هذا كمؤشر على الأقل كقاعدة يعمل بها الإنسان وين تكفل هذا خل إنتقل نقل نوعية مدد ثلاث سنوات وين عندنا يوم مير كالي تد وين انقص بعدد النتائج التي تحصل عليها النتائج المدرسي التي تحصل عليها التلاميذ والمعدلات العالية العدد تحهم يكبر عام بعد عام نهضر على التعليم متوسط نهضر على التعليم ابتدائي نهضر على التعليم الثانوي في التعليم من عام لعام يسجل عدد كبير يتحسن للحصول على المعدلات عشرة لعشرة مثلا نفس الشي بالنسبة للمتوسط وين التلاميذ المتحصلين فوق 19 موجودين كائن لم يسجل نهيش عندنا سنوات العدد كبير هذا أعطى نوعية حسنة بالنسبة للبكالورية لدائما مؤشرها إيجابي ولكن نحن طمعين لكي يكون أفضل لأن انتقلنا من 2016 وين ما عندنا خلاص للورياء لكل حمس وين 2017 كان عندنا ثلاثة لورياء هذه السنة عندنا تقدم حالية الحمد لله على هذا نتائج ولكن سيد المدير هذا النوابغ في الغد أنت عندك خبرة في بيضاغوجية كأستهاد وليوم وليت تربية وليسنوات يعني كيف الاهتمام المثالي بهؤلاء يعني لأن في الغالب نحن أننا نوصل إلى القمة ثم ربما فيه تراجع فيما يتعلق بهذا النوابغ عدم الاستثمار فيهم كيف يعني ربما هل تعتقدوا أنتم أن لابد من تتمين هؤلاء النوابغ حتى ربما مستقبل يصبحوا إطارات ويصبحوا مسيرين ويصبحوا ناس لعندهم ربما استثمار أكبر في هذا التحصيل العلمي الموجود على مستوى هؤلاء النوابغ لهؤلاء الممتازين يعني هو في الواقع هذا التلاميذ الممتازين لم يجروا نتيجة مجهود ونحن الإنسان دائما مع السادة مستشارية توجيه المدرسي لعندهم دور كبير جدا في مرافقة التلاميذ ليعطعهم منهجية المراجعة منهجية العمل في المدرسي أيضا بالنسبة للينا دائما نقول هذه النوابغ باش تخلقها لازم تخلق لها المجال ونعطيهم مجال ونجمعهم كل كتلاميذ باش نخلي جميع المؤسسات جميع التلاميذ وممثلين يتلاقو وهذا يمد النوعية في نتائج على التلاميذ سيد المدير الوقت يدهمنا والموخ تشير إلينا دقيقة وأقل أنا نتوقف نقطة نقدر نعتبرها أننا كلنا نتفق على أننا ضدها ولكن كلنا نتعامل مع دروس خصوصية يعني في رأي في كلمة مختصرة هل لابد من الاعتماد خاصة لتلاميذ تشارية البكارورية على الدروس الخصوصية أم لابد من عدم الاعتماد عليها تلك خبرتك باختصار ربما أولا التلميذ محتاج يخدم أكثر وهي كلمة ختمية طبعا نعم أعطينا كلمة ختمية شكرا إذا أقول أنا في هذا إطار لا تكفي حتى الدروس الخصوصية إذا التلميذ لم يعمل وحده نحن معاولين بوكو بلوس التلميذ يكون اوطنوب ويعمل وأكيد سر نجاح هو العمل الفردي ونتمنى لهم التوفيق لأبناء شكرا سيد ديري نشكرك مرة أخرى على تلبية الدعوة ونشكركم سيدتي وسادتي على هذه الجلسة المسائية سيكون لنا لقاء آخر بحول الله الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته